موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة بث مباشر من برنامج ليكن نور كل اللي بشاهدونا في هذه الفترة الحلوة نحتفل في ميلاد ربنا يسوع المسيح له كل المجد في هذه الأيام الحلوة بصلي من كل قلبي أنه الله يبارك كل أسرة وكل شخص بشاهدنا وبصلي هذا العيد يكون مميز في حياتك عيد ميلاد مجيد وسعيد أيضا على حياتك وطبعا بصلي في نهاية هذا العام أنه يبتد الإنسان يفكر جديا ولسيما كل الأحداث اللي عم نشوفها حوالينا عم بتقربنا أكثر للمجيء الثاني مجيء الرب يسوع المسيح فبصلي أنه رب يباركنا في هذا العيد وتكون سنة جديدة مباركة مثمرة متميزة مليئة بالبركة وربح النفوس نفوس تكون معدة للحياة الأبدية اليوم أنا راح أتكلم عن ولادة المسيح المتميزة ولادة عجيبة متميزة فائقة لا يوجد لها أي مثيل في هذا الوجود هذه الحلقة كتير كتير مهمة لأنه راح نلقي الضوء على الأحداث الميلاد والخلفية ما وراء الميلاد حتى نشوف أنه كيف مخطط الله بيعمل بطريقة جميلة جدا منسجمة ودائما لخير الإنسان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلا حبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوعنا كتير كتير مهم ولادة يسوع المتميزة وخليني في البداية أقرأ من بشارة متى في الإنجيل المقدس ورح أقرأ بعض الآيات كخلفية للموضوع اللي عاوز أشارك فيه اليوم بشارة متى الصحح الأول والآية الأولى مكتوب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم في آية 16 من نفس الإصحاح مكتوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونا اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا ربنا يبارك كلمة لما سمعنا وعلى حياتنا أحبائي من هذه القراءة خليني أبتدي في بعض الملحوظات متى واحد من تلاميذ المسيح الاثني عشر تقابل معا يسوع في كفر نحوم ومتى كان جابي للضرائب وقال له يسوع اتبعني وبالطبع ترك كل شيء وتابع يسوع المسيح الملحوظة الثانية أنه بشارة متى تعتبر الجسر الذي يربط العهدين العهد القديم والعهد الجديد آخر نبوة أو آخر نبي في العهد القديم كان النبي ملاخي وبعده انقطع الوحي يعني أقصد الكتابة من كلمة الله 450 سنة وطبعا اليهود كانوا موجودين في أرض فلسطين وكان اللي بيحكم البلاد الإمبراطورية الرومانية وكانت اللغة السائدة اللغة اليونانية اللغة الرسمية وكان الخلفية اليهودية أقصد أنه اليهود كان في هيكل كان في ذبائح كان في عهود اشتراع كان يمرسل أعياد وكل هذه الأمور وكانوا ينتظرون المسيح أي المسيح فبشارة متى تعتبر الجسر اللي ربطت بين العهدين شيء ثالث بشارة متى تظهر شرعية ومصداقية يسوع المسيح فالبشير متى يكتب لليهود المعاصرين اللي كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح وعندما ابتدأ ابتدأ بسلسلة الأنسال أو الأنساب أي سلسلة نسب المسيح خلفية المسيح حتى يظهر لنا الشرعية ولاحظ الآية الأولى اللي قرأتها في الآية الأولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وبعدين بيتكلم سلسلة النسب الملوكي أو الملكي من شخص لشخص حتى وصل في آية 16 مكتوبة ويعقوب ولد يوسف رجل مريم والشيء المتعارف في سلسلة الأنسال أحياناً بيذكر اسم الأب أو أحياناً اسم الجد بحسب الشهرة وبحسب الخلفية لكن هذا الشيء متعارف عليه ومشهور عند اليهود لكن عم بوصلنا البشير متى لحقيقة مهمة جداً ويوسف رجل مريم لاحظ مش ولد ولد لا التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح وبعدين بيقسم كل هذه السلسلة إلى 14 جيل ثلاث مرات والكلمة يعني رقم 14 في اللغة العبرية هي نفس كلمة داود اللي هي دافيد باللغة العبرية ثلاث أحرف واللي هي عبارة عن رقم 14 رقم الكمال المضاعف فإذن البشير متى عم بيكتب لمجتمع فاهم عم بينتظر عم بيتوقع من خلال النبوات مجيء المسيح مجيء المسيح وبيتكلم عن المصداقية والشرعية في هذا الموضوع أنه قد تم وجاء المخلص ثم بعد هذه الخلفية بيرجع بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا عم بيحاول يكلم الناس فإذن سلسلة الأنسال شيء متعارف عليه بتشوف مثلا في سفر التكوين إصحاح 5 في سفر التكوين إصحاح 11 بتشوف هذه السلسلة في أخبار الأيام وبتشوفها في سفر نحمية وفي سفر عزرة وهنا في بشارة متى حتى يربط كل هذه الأسماء بمجيء المسيح يسوع وبتشوفها أيضا في بشارة لوقة يعني مثل ما بيتكلم الكتاب المقدس عن يسوع عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بيسوع المسيح ربنا في روميا الإصحاح الأول فربط كل هذه المعلومات حتى يوضح لليهود أنه الشخص اللي رح يولد في بيت لحم هو ابن داود تتميم لنبوات هو يدعى المسيح أي الممسوح من الله المخلص الملك وهذا تم في شخص يسوع وهكذا طريقة الولادة طبعا بيكمل من آية 18 ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا برنامج ليكن نور حديثنا عن ولادة يسوع المسيح المتميزة وأنا قرأت الآيات من بشارة متى الإصحاح الأول ولكن بتشوف أيضاً قصة ولادة يسوع بشكل مفصل أكتر ببشارة لوقة في الإنجيل المقدس الآيات اللي قرأتها بنشوف إنه شخصية المسيح متميزة لأنه شخصه عجيب وأنا عاوز أتكلم عن ثلاث أمور المسيح بيتميز فيها وعندما أقولي بيتميز أقصد أنه فريد لا مثيل له واحد من نوع لا توجد أي ولادة أخرى في كل التاريخ مثل ولادة يسوع المسيح طبعاً البعض من أحبائنا المسلمين رحين يجاوبوني يقولوا لي إن مثل عيسى كمثل آدم أولاً نحن لا نعلم اسم عيسى كمسيحيين فأرجوك يعني اقرأ عن يسوع الذي نؤمن نحن به والطريقة اللي المسيحيين بيفهموها أي واحد نمرة اثنين إنه آدم كان مخلوق مخلوق وحواء إنه صنع من ضلع آدم وبنى حواء فإذن مش متميز مثل ولادة يسوع في يسوع المسيح يختلف عن آدم في آدم أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع في يسوع المسيح صار إلنا الحياة والحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح آدم مات وما زال ميتا يسوع المسيح مات وقام وهو حي إلى أبد الآبدين آدم الأول يعني سقط في الجنة آدم الأخير هو الذي أنقذ البشرية من العبودية في الخطية ليعطينا الحياة الأبدية وفيك تقرأ رسالة روميا وكرونتوس الأولى خمسة عشر وتشوف أنه بعيد كل البعد أنه مثل آدم ليس مثل يسوع المسيح فالمسيح هو كلمة الله فآدم ليس كلمة الله آدم مخلوق نفخ في نفسه وصار نفسا حيا لكن المسيح هو الخالق غير المخلوق من أجل هذا في القانون الإيمان المسيحي نقول نؤمن طبعا بيسوع اللي هو مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر فإذن ليس مثل آدم لأن يسوع هو آدم الأخير فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ثم أحبائي المسيح عجيب مثل ما ذكرت في ثلاث أمور في اسمه في طبيعته وفي عمله وهي الآيات اللي أنا عاوز أوضحها أكثر أول شيء في اسمه مكتوب أحبائي في بشارة متة فستالد ابنا وتدعو اسمه يسوع فإذن ولادة يسوع المسيح من الملاك قبل يعني لما بشر القديسة مريم العذراء في الشهر السادس أرسل جبرايل الملاك إلى عذراء مخطوبة ليوسف وكانت في الناصرة وقال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالمسيح نعم اسم ولكن أيضا لقب وعمل في نفس الوقت هذا الاسم أحبائي مش مجرد أي اسم في أسماء كتير وأن أعطي هذا الاسم قبل ولادته في أسماء أعطيت قبل ولادتها مثل إسحاق مثلا مثل إسماعيل وهكذا أسماء كثيرة ولكن هذا الاسم فيه عمل فيه كناية عظيمة جدا أنه هذا الاسم يسوع يهوى يخلص كما قال إشعياء أنا أنا الرب وليس مخلص آخر أنا هو الأول والآخر قال يسوع الحق أقول لكم إني أنا هو الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ثم قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية فإذا نستطيع أن نستدل نستنبط ونستشف أنه يسوع ليس كآدم اسمه كما قال إشعياء النبي يدعى اسمه عجيبا كيف تصف هذا الاسم وكيف تستطيع أن تستدل وأن تفهم عمق هذا الاسم فيه آيات في العهد القديم بتمر علينا أحبائي أحيانا مر الكرام خليني أقرأ بعض الآيات من سفر الأمثال إصحاح 30 وفي هذا السفر هو كلام شخص واضح من الأمثال اللي بيتكلم فيها أنه كان شخص أو رجل حكيم وواضح أنه كان هو معلم ومختبر وواضح كان عنده تلاميذ وفي إصحاح 30 مكتوب كلام أجور ابن متقية مسة يعني واضح أنه جاي من عيلة طقية وحي وكلمة وحية نفس الكلمات اللي تكلمها إشعياء وحي إشعياء بن أموس فإذا فإذا بيتكلم في الوحي وحي الله وحي الروح القدس وحي هذا الرجل وبيذكر يعني إلى إثئيل إلى إثئيل وأكال هدول اسمين طبعا وحتى أجور معنا معلومات كثيرة عنهم لكن ندرك من خلال هذه الشخصيات أنه هو رجل كبير وعم بيكلم جيل تاني اللي هو إثيل وأكال وعم بيكلمهم ولربما هذا الجيل التالي زي الجيل اليوم عم بيستجوب الكبار وشو الحكمة شو المعرفة وعلى فكرة هاي الأجوب بيتكلم عنها إشعياء وأيضا أيوب يعني بيتكلم بنفس الصيغة عن هذه المعرفة بعدين بقولهم طب تعال أنا جايكم من الآخر اسمعوني اسمعوني اسمعوا كلام الحكمة اللي أنا رح أكلمكم عن بتقولوا عني شو ما تقولوا قولوا لكن إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس مع إنه في طيات هذه الكلمات هو عنده الحكمة والمعرفة ومدرك صفات الله أو صفات الله القدوس ولكن هون أحبائي كانوا بقول طب سمعوني بتكون تقولوا إنه أنا أبلد ومعنديش المعرفة ومعنديش الحكمة طبعا بيسأل ست أسئلة ومن خلال الست أسئلة واضح إنه عم بيعطي إعلان عظيم جدا من خلال إنه إنه فعلا مش بليد ولا هو حكيم ولكن عندما تصل هذه المعرفة بتصير معرفة عجيبة لا يدركها الإنسان المحدود السؤال الأول من صعد إلى السماوات ونزل هاي الآية بتتكرر في العهد القديم وفي إنجيل يحن إصحاح ثلاثة من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب سؤال نمرة أربعة من ثبت جميع أطراف الأرض عم بيسأل هذه الأسئلة التي بتعبر عن المعرفة الإلهية عن المشيئة الإلهية عن عظمة الله في الخليقة لأن هذه الأسئلة يعني من صعد إلى السماوات ونزل طبعا إحنا عارفين أنه يسوع بتشوفها في رسالة يحنى وبيكمل في هذه الأسئلة واضح أنه كلها بتعبر عن جلال وسيادة وعظمة هذا الخالق العظيم بيصل للسؤال الخامس بقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت يلا بتتشاطر علي قل لي على فكرة في العهد القديم يعني في أيام سليمان يعني فيك تقول حوالي ألف سنة قبل الميلاد وحي يعني إعلان بيتكلم عن هذا السؤال العظيم ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت فطبعا الجواب هو في العهد الجديد اقرأ إنجيل يحنى الإصحاح الأول وبتشوف أن هذا الاسم هو يسوع المسيح كلمة الله فإذا هذا الاسم عجيب هذا الاسم معلن بل أعلن في شخص الرب يسوع المسيح اللي به وله كل الأشياء الذي به أيضا عمل العالمين هذا الاسم العجيب هو يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم اسمع ما يقول الكتاب المقدر رسالة أفسوس لسحاح الأول مكتوب فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا أفسوس صاح الأول والآية 21 مكتوب عنه رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم وبيتكلم عنه في أعمال أربعة اتناعش ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين ناس به ينبغي أن نخلص وعلى فكرة الكلمة كلمة الله تشير إلى الله العقل الإلهي النطق الإلهي اللوجيك الإلهي المنطق الإلهي والاسم هي أيضا تتكلم عن جلال وعن عظمة الله اليوم اليهود ما بيذكروا كلمة يهوة أو اسم الله دائما بقولوا الإسم أو بين العهدين كان يقولوا ممرأ اللي هي كلمة الله بكلمة الله خلقت العالمين أو بالاسم إلى اليوم حتى العيش في البلاد بقولوا لما بتسمع واحد يهود بقولك إحنا بنقول دائما إن شاء الله هنا شو بقولوا بعزرات هشيم بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الرب فإذن المسيح عجيب في اسمه وهذا الاسم أحبائي فيه كل المواصفات والخلصائص والصفات والألقاب الإلهية لأن اسم على مسمى وهذا ليس مجرد اسم ولكن يحمل ما وراء هذا الاسم جلال وحضور وقدرة وسيادة وسلطان الله في اسم يسوع يخرجون الشياطين في اسم يسوع يشفون المرضى في اسم يسوع ينال الغفران في اسم يسوع يقبل المعمودية بالماء في اسم يسوع تحقيق لمقاصد الله اقرأ سفر أعمال الرسله شوف أهمية وعمل وطبيعة وقوة هذا الاسم هذا الاسم عجيب هذا الاسم أحبائي يعني محتاج إلى إعلان إن عرفت قال يسوع إن أراد الإبن أن يعلن لك شيء تاني المسيح بيتميز مش بس في اسمه بيتميز في طبيعته لاحظ لاحظ الكلمات في نرجع على بشارة متة مكتوب في الإصحاح الأول يدعى اسمه يسوع أو تسمينه فستلد ابن وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كل لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتالد ابنا ويدعون اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فإذا إذا كان الاسم عجيب فالمسيح عجيب في طبيعته فهنا يتكلم أحبائي وهذا شيء مش سري إعلان بقول عم نؤيل الله معنا وهذه الآية بترجع للعهد القديم وعلى فكرة الآيات اللي أنا بذكرها لا يوجد أي معاندة أو أي مناقض لأي يهود بحسب طبعا التفسير اليهودية هذه كلها تطبق على المسيح على المسيح فإذا في كل الدراسات اليهودية فيها والدراسات الأخرى بحسب علماء اليهود الكبار أنه هاي الأشياء الآيات اللي رح أذكرها لا تنطبق إلا على يسوع المسيح مثل سفر الأمثال اللي قرأته مسمه ومسم ابنه إن عرفت بعدين يتكلم عن قوة وحي الكتاب لا تزد على كلماته لأنه هذا أمر إلهي لا فيك تنقص ولا فيك تزيد ولا فيك تضيف نبي ولا أي شيء آخر لأنه أمام هذا الإعلان كل ما يحدث مستقبلا بطريقة غير الفكر الكتابي يعتبر هرتقة يعتبر ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس لكن لاحظ عما نقيل هذه الآية مسكورة أحبائي في الشعية صح 7 والآية 14 النبي الشعياء بيكلم ملك ملك شرير ملك أحاز وصل درجة الشرف في أنه حتى أجاز ابنه للآلهة الوثنية في في النار وبعدين الله بتعامل معاه بقوله أطلب آية عمق طلبتك يعني اسأل أطلب إشي قال لا أنا مش رح أجرب الرب قال له كتير عليك عم بتروح في الصح 8 للمشقشقين والسحرة والعرفين تطلبوا منهم أطلب من الرب إلهك لكن طيب خلينا أنا اللي رح أعطيك الآية فالمسيح آية قال السيد الرب نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتالدوا ابنا ويدعون اسمه وتدعوا اسمه عم نقيل الذي تفسيره بحسب متى الذي تفسيره الله معنا وعشان لا إنه نشك في الأمر إنه نقول إشعياء إنه يمكن أجاولد واللي أحاز بروح بيتكلم بنفس النبوة في إشعية تمانية وبيتكلم إنه يعني كل الأرض اللي هي الأراضي المقدسة أرض عم نقيل أرض عم نقيل فإذن ما كانتش أرض لأحاز ولا إشعياء ولا ابنه لأنه واضح إنه بيتكلم عن النبي إنه دخل على النبي زوجة إشعياء وخلف منها فواضح إنه نبوة عن يسوع عم نقيل ولكن مع الآية يقول هالعذراء علماء شابة غير متزوجة في اليوناني بارثينوس الترجمة السبعينية بارثينون هذه العذراء لم تعرف رجلا وهذا تطبيق لكلام مريم ويوسف يوسف اللي شك في الموضوع قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيه هو من الروح القدس وعندما سألت القديسة المطوبة مريم العذراء بعقلانية هي عارف الأمر غريب على العدات والتقاليد فقالت للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذن كل الموضوع ولادي متميزة ولادة عجيبة ولادة فريدة ولادة واحدة من نوع فالمسيح مولود غير مخلوق فإذن هنا حبائي بتشوف أنه عجيب في طبيعته هذا الذي حبل به فيها من الروح القدس إنها كانت ولادة عذراوية وهذه الولادة تمت عن طريق التجسد الإلهي يعني كان في ظهورات للمسيح في العهد القديم ولكن هون في التجسد ابتلأت في زرع من الروح القدس في أحشاء مريم بدون أي بشر فإذن يعني حبلت تسع شهور وولدت وفي اليوم الثامن اختتنا يسوع المسيح بحسب العادات اليهودية وسمي يسوع في اليوم الثامن بحسب التقاليد اليهودية وهكذا شريعة التطهير بعد أربعين يوم للمذكر أو للذكر وهكذا بتشوف أنه يسوع ولد تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فواضح أنه هنا طبيعة عجيبة المولود يسوع من القديسة مريم هو الله معنا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضا يعني اشترك تعاطف مع جسم بشريتنا حتى يقوم بعمل الفداء الكامل فإذن منشوف هون أحبائي آية واضحة أنه حتى اليهود لا يستطيعوا أن يعارضوها أنه المسيح هو عمانويل الله معنا وهذا كلام الرب يسوع المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة أكون في الوسط وعندما أعطى المأموري العظمى قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر فرسالة الميلاد أحبائي عجيبة لأنه الله معنا ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل سأواصل حديث شكرا للمشاهدة أهلا أحبائنا مشاهدينا ولادة يسوع المتميزة وهذه الآيات اللي عم باقتبسها مثلا من سفر الأمثال ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت ارجعوا للحلقة أنا عملت حلقة من فترة بعنوان ألوهية المسيح في العهد القديم وبتشوف آيات كثيرة عن ألوهية المسيح في العهد القديم ولكن أنا بتكلم هون عن آيات اللي بتتكلم عن طبيعة المسيح يعني الطبيعتين الطبيعة الإنسانية والإلهية فالمسيح إنسان كامل وإله كامل مش ففتي ففتي مش خمسين خمسين لا مية في المية كان إنسان كامل مية في المية إله كامل ومنشوف الاتحاد في الطبيعتين فرأينا إنه بالنسبة ليهود هاي آية لا تناقض ولا تعارض إنه المولود اللي هو من الولادة العذروية في بيت لحم هو عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا أو كما قال الرسول بولوس يسوع بحسب ابن داود بحسب الجسد تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فإذن تعين يعني هو ابن الله وابن الإنسان ابن داود في نفس الوقت أما الآية الثانية اللي برضو بتعبر عن الطبيعتين هي الشعية 9 وصحاح وآية 6 مكتوب لأنه يولد لنا ولد وهنا منشوف ولادة يسوع المسيح في الجسد ولادة يسوع المسيح يولد لنا ولد ولكن الكلمة بتختلف عندما نتكلم عن لهوت المسيح مكتوب ونعطى ابنا فيعني الإبن هو عطي من السماء لأنه ينتسب روحيا إلى الله يعلن عن الذات الإلهية فهو كلمة الله وهو صورة الله يعني الآيكون بالزب بالتطابق بالتجانس يعني بتشوف التعبير الإلهي يعني الغير مرئي صار مرئي من خلال شخص يسوع كما قال من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد والسؤال لو أنت عاوز توصف الله ما هو الوصف الإلهي؟ كيف تصف الله؟ عندما تقرأ عن حياة يسوع المسيح لابد أنك تصطدم بالله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان لكن اسمع شو الآية بتقول لأنه يولد لنا ولد وهي تمت في غلاطي أربعة أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا الكيفية أو الطريقة عن طريق الولادي مولودا كيف من امرأة مولودا من امرأة طب ليه؟ مولودا تحت النموس يعني لا لينقض النموس ليفتدي الذين تحت النموس لأنه مكتوب ملعون من لا يعمل أعمال النموس والنموس حكم علينا أننا بدون استثناء ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد غضب الله معلن على فجور الناس لأنه ما في إنسان يخلص بأعماله أو بوصوله بجهده الخاص إلى الله فإذن يقول يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى لاحظ الكلام ويدعى اسمه عجيبا عجيب في اسمه في طبيعته في عمله في كماله في ولادته يعني شوف يعني بتقدر تحط كل الأشياء الموجودة في المسيح مش موجودة في أي شخصية أخرى أعظم معلم أعظم صانع مجزات أعظم شخصية أخلاقية بدون خطيئة آخرة بتشوفها في شخصية يسوع المسيح عجيبا مشيرا لكن هذا ما أريد أن أصل إليه لاحظ كلمتين إلها قديرا أبا أبديا أبديا يعني خلاص ما فيش لا بداية ولا نهاية يعني لا حدود لا متناهي لا نهاية وبقول لملكه لا نهاية بحسب بشارة لوقا لكن المولود أحبائي في بيت لحم يقول الكتاب هو إله جبار الجبار في العبري إله قدير ولاحظ كيف متى بيربطها بشكل متناغم منسجم بشكل جميل بيبتدي بسلسلة النسب شو بقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ابن إبراهيم لأن اليهود كانوا بيفتخروا أنه إني أولاد إبراهيم وعندما أعلم الله نفسه لإبراهيم قال أنا أنا الله القدير هذا وكان إعلام الله لإبراهيم الإله القدير وفي نبوة إشعية إلها قديرا أبا أبديا فإذا يسوع المسيح قال عن إبراهيم إبراهيم رأى يومه فتهلل ثم قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وكأنه يقول أن هذا المولود هو الإله القدير هو إله إبراهيم وهو الكائن قبل أي يعني قبل أن يكون أنا كائن يعني لا بداية له ولا نهاية كما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء وهذا إعلان مهم جدا بالنسبة لليهود إلها قديرا ما هواش ديمي جاد مثل ما بعض بفكروا أن ولادة يسوع هي مثل الأساطير اليونانية أو الأساطير المصرية أدرس كلمة الله أدرس كلمة الله أعرف كيف بفكر المسيحة وليه يعني اقرأ شو تفسير المسيحة مش أنت تعمل على كيفك فحنا نتكلم هذا الإله القدير ولد حسب الجسد في بيت لحم ولكنه الإله القدير الذي لم يفعل خطية إطلاقا فهذا طبعا منشوف أنه عما نقيل الإله القدير الأب الأبدي وكله في العهد القديم أحبائي تتكلم عن الطبيعتين الإنسانية والإلهية خليني أخذ آية تالتي في نبوة ميخا ميخا إصحاح خمسة والآية اتنين بيتنبأ ميخا يقول وأنت يا بيت لحم لست صغيرة بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل لاحظ الكلام بقول يا بيت لحم لست الصغيرة رح يولد في بيت لحم أين يولد المسيح سأل هيرودوس سأل رجال الدين قالوا له في بيت لحم تتميم لنبوة في متى إصحاح اتنين هون أحبائلك اللاحظ بقول الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن اللي رح يولد في بيت لحم هو مكتوب عنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن المسيح عجيب في اسمه عجيب في طبيعته لأنه الإنسان الكامل والإله الكامل ثم أحبائي المسيح متميز ولاة المسيح متميزة بالعمل لاحظ يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص لاحظ المسيح كان ممكن ييجي ما هو الذي يستطيع أن يقول كن فيكون أليس هو الكلمة المتجسد متجسد فإذن لكن المسيح أحبائي لاحظ الكلام أنه جاء المسيح متجسدا كان ممكن ييجي ويطير أمام الناس ويظهر عظمته وجلاله لكن موضوع الفداء أو سر الفداء سر التجسد سر الفداء هي من الأسرار الإلهية تحتاج إلى إعلان إلهي لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فإذن كل الغرض من التجسد طب ليه تجسد المسيح ليه جاء حتى فعلا يرجعنا للصورة الأولى الصحيحة آدم أخطأ ومات الجميع في آدم يسوع المسيح بلا خطية جاء حتى يعطينا حياة جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليخلص الخطاء اسمع مقال الرسول بولوس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا ثم جاء المسيح مكتوب عنه لأبنى من الإنسان قد جاء لكي يطلب عم بفتش عم بيبحث ويخلص ما قد هلك جاء المسيح ليعطينا حياة أبدية جاء المسيح ليعطي حياة وحياة أفضل جاء المسيح لينقض أعمال الشيطان جاء المسيح ليفتدين من لعنة النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني جاء المسيح لكي يجعلنا أولاد لله عن طريق التبني عن طريق الإيمان بربنا يسوع المسيح عندها نصبح أبناء إبراهيم بالإيمان أولاد الله بالتبني إلنا الشرعية والامتيازات والحقوق الإلهية إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح الله أعطانا كل حقوق وامتيازات السماء فكان لازم يتجسد المسيح حتى أنت وأنا ننال هذا الفداء العظيم لاحظ معي أن المسيح متميز متميز بأمور كثيرة خلينا أذكر خمس أمور المسيح فريد من نوعه متميز واحد من نوع بالولادة العذروية لا توجد أي ولادة في كل التاريخ شخص يولد من عذراء بدون رجل آدم مخلوق قدرة الله حواء مخلوق من ضلع آدم هذه قدرة الله أما المسيح ولد من عذراء شيء تاني لأنه ولد من عذراء المسيح هو الوحيد بلا خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية بل تحد من منكم يبكتني على خطية بصراحة كل الأنبياء اعترفت بخطيتها أما المسيح الشيطان لا يجد فيه أي علة أو شكاية لأن المسيح هو القدوس البار المنفصل عن الخطى وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذا المسيح ولد من عذراء شيء تاني الوحيد بلا خطية ثم أحباء المسيح هو الوحيد اللي تمت فيه مئات النبوات لاحظ وهذا كله كان لكي يتم ما قيله من الرب النبي القائل النبوات التي تتحققت في المسيح أذهلت العلماء ولكن طبعا نحن مش نتكلم للجهل اللي عاوز يتفصحا ويرمي أي كلام تتميم النبوات يعتبر استحالة في علم الاحتمال مستحيل فما بالك أنه تتم هذه العشرات النبوات يعني مثلا المسيح سيأتي من نسل المرأة أنا بتكلم على النبوات الميلادية ومش بس سيأتي من نسل المرأة كمان تمت في الصليب ولكن المسيح أيضا يدعى المسيح المسيح ابن إبراهيم المسيح ابن إسحاق ويعقوب من صبت يهوذة يعني الابن الرابع ليعقوب ثم أحباء بيتكلم عن ولادة يسوع عن مكان الولادي في بيت لحم وقرأنا الآيات اللي هي مكتوب الإله القدير قرأنا أن ما خارجه منذ القديم قرأنا مسمه ومسم ابنه وهكذا أنه ابن داود من عيلة يسة تمت فيه نبوات العهد القديم ما بالك نبوات الصليب 34 نبوة تمت في يوم الصلب وهذا مستحيل أنه تحدث مع أي شخصية أخرى فهذا ما يميز المسيح ثم الشئ رابع أن المسيح هو الإله الكامل والإنسان الكامل حتى يكون عنده الكفاءة للفادي فالمسيح تجسد حتى يرضي العدالة الإلهية ويوفي المطالب الإلهية وكإنسان استطاع أن يكفر عن كل خطايا العالم كل خطايا البشرية في جسده لأنه بتكون مقبولي عند الله لأنه هو الحمل الكامل بلا خطيئة ثم الشئ الخامس أحبائي رح تستغرب أنه جاء المسيح أو ولد يسوع أشي بميزه ولد ليموت طب ما كان يعمل كلها الأمور من غير بهدلت الصليب صليب العار مكتوبة أنه مستهينا بالخزي احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار أيضا فإذن كان ممكن يعمل كلها الأشياء بدون الصليب أنت بدك حلول بشرية ولا حل إلهي هذا الحل من خلال كفارة المسيح من خلال الفداء من خلال الموت يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص وهذا الخلاص تم بموت يسوع المسيح على الصليب هذه البشارة هذا هو الإنجيل الذي تكلم عنه بولوس أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون شو هو الإنجيل أن المسيح يسوع مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فإذن هذا ما يميز المسيح ولد ليموت لكن شو اللي بيثبت كل هذه التصريحات هو قيامة يسوع المسيح أعطت المزدقي والشرعي أنه كل الأقوال وكل النبوات وكل ما قيل وكل أقوال المسيح تمت من خلال قيامة يسوع قال يسوع أنا هو القيامة والحياة أقام موت لكنه أقام نفسه من بين الأموات تخيل أنه يصرح هذا التصريح وهو بنفسه لا يستطيع أن يقوم فإذن المسيحية مؤسسة على أساسات راسخة لا تتزعزع فرسالة الميلاد هي رسالة الموت هي رسالة الحياة رسالة الموت أقصد رسالة الفداء لأنها تعبر وتشير إلى الخلاص المخلص يسوع المسيح وحده وهي أحباء إحنا منغلط إذا ما مندرس رسالة الميلاد ومنحطها في التطبيق العملي هي رسالة الخلاص والموت على الصليب والقيامة من الأموات بعد ما تكلمت عن تفرد المسيح المسيح العجيب بصراحة هل توجد شخصية في كل التاريخ تشابه يسوع المسيح طبعا الكل يقر مستحيل ما فيش طب السؤال الثاني ليه بترفض يسوع المسيح ليه بترفض الطريقة الإلهية الإعلان الإلهي ليه بتركب تركيبات بشرية دينية عشان تبرر نفسك وبتقود نفسك للهلاك الأبدي وهل الله يقاء يناقض نفسه لازم يكون فيه صح وغلط لازم يكون فيه حق وباطل لازم يكون فيه نور وظلمة إذا قال المسيح أنا هو نور العالم فإذا كل شيء عدى المسيح هو في ظلمة لكن دعوة المسيح لكل واحد منا وفينا أن نأتي إلى النور إلى النور الحقيقي نور يسوع المسيح السؤال هل في اسم في كل هذا الوجود مثل اسم ربنا يسوع المسيح وبأي اسم يستطيع الإنسان أن يخلص وبأي اسم تستطيع أن تخرج الشياطين وبأي اسم تستطيع أن تشفي المرضى وبأي اسم تستطيع أن تنال غفران الخطايا وبأي اسم تستطيع أن تنال الحياة الأبدية كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلم أن لكم حياة أبدية قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة عجيب في اسمه عجيب في طبيعته عجيب في عمله كل ما هو في هوية شخصية المسيح عجيب عجيب في ولادته ولادة عذروية عجيب أنه هو الوحيد معجز أخلاقية لا توجد في خطية الذي لم يخطئ هو الوحيد اللي تمت في النبوات هو الوحيد اللي عنده الطبيعتين الإلهية والإنسانية هو الوحيد اللي قام من الأموات هو الوحيد اللي مات عشان يكفر عن الخطايا إنه عجيب في حياته في طبيعته في أخلاقياته في تعليمه في معجزاته طب السؤال طب السؤال مين صنع معجزات أكتر من المسيح مين عاش حياة كاملة أكتر من يسوع مين علم تعليم فريدة متميزة أفضل من يسوع قل لي يعني بيحكوا عن سقرات سقرات يعني وصل لظلال لكن إذا بتقرأ كل شخصيات التاريخ إلى يومنا ليجد حكيم أو معلم أو فيلسوف أو نبي علم مثل يسوع المسيح لأنه علم بحياته صراحة أنا بستنى منك الجواب ومن فضلك أدخل على صفحة نور لجميع الأمم وقل لي إذا فيه أي شخصية أخرى تتميز أو تتفرد مثل يسوع المسيح وأنا مستعد أنه ممكن نعمل حلقة ونرجع نتكلم لأيه الأسباب لأنه عارف أنه ما فيه جواب أنا عارف أنا قرأت الأديان وقرأت مقارنات الأديان بحب أأكد لك لا توجد أي شخصية تشبه يسوع المسيح فإذن السؤال الأخير ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح مكتوب آمن به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأنه ليس بأحد غيره الخلاص الناس مش محتاجة لمصلحين ولا لعلماء ولا فلسفة ولا حتى دين الدين عم بيخدر الناس زي الأفيون الدين عم بتخلي الناس تقتل وتكره وتتعصب وتتزمت أنا بدعوك للحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح مكتوب أحبائي في أبسط منها التافتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر تصور أنه بسط موضوع الخلاص أنه تلتفت بالإيمان نظرة إيمان ليسوع المسيح تتغير حياتك كل من يدعو باسم الرب يخلص لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاصت أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا أطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره طالما أنه شفنا المسيح متميز في كل هذه الأمور عليك شيء واحد أحبائي كما جاء المجوس وفتحوا كنوزهم وقدموا هدايا إيه ممكن تتقدم ليسوع قلبك القلب نجس بس تعال مثل ما أنت قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي يسوع الذي ولد في بيت لحم أكثر من ألفين سنة صلاة أن يولد في قلبك وحياتك بالإيمان المكتوب عنه الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه تعال أطلب يسوع المسيح آمن بيسوع المسيح وصليها قل له يا رب ارحمني وإذا أنت فعلا صليت اكتب لنا حتى نتابع معاك تبنا روحيا من خلال كلمة الله وأنا مثل ما ذكرت إذا في أي شخص متميز أو فريد أكثر من يسوع اكتب لي الرب يباركك ويكون معاك كل عام وإنتم بألف خير والرب يبارككم